خلاص بقيت ساعات ساعات قليلة والمباراة هنطلق المباراة اللي أنا قلت وكررت إنه الأهل اللي صعب على نفسه يعني كان مباراة الزهاب كان كل حاجة هتخلص وكل حاجة تبقى محسومة والأمور تسهلت على الأهل سواء على مستوى الأداء اللي قدموا النادي الأهل تحديدا في الشوت الأول أو حتى بعد النقصان العدد اللي فيه سفوف رجاء بعد الطرد بس الأهل يخلى المواجهة صعبة خلى المواجهة مستنيينها خلى المواجهة سقيلة رغم كل الثقة فيه النادي الأهلي بالتأكيد صاحب الرصيد الأكبر والأهم فيه البطولات الأفريقية المواجهة دي شايفها إزاي طبعا أنا متفق معك هبدأ من ما انتهيت علي إنه كل الثقة فيه لعيب النادي الأهلي والمدير الفني وجهاز النادي الأهلي في إنهما يتجاوزوا طبعا طبعا إنه النادي الأهلي الناس لو رجعت تتفرجت على مباراة الذهاب تاني وإحنا قبل ساعات من انطلاق مباراة القياب ورغم الأجواء الكتير المحيطة بالمباراة لأنه الناس ترجع تتفرجتين تلاقي إن المباراة كانت في المتناول جدا المباراة انتهي بفوسك عريض للنادي الأهلي الشوط الأول بس كان ممكن يخلص 4 و 5 للنادي الأهلي آه ما كنتش موفق وعايز أقسم هنا مباراة الذهاب قبل ما نتكلم على مباراة العودة على جزئيتين الجزئية الأولانية هي البريباريشن أو التحضير التحضير كان ممتاز من بيتس موسيمان التحضير للمباراة كان ممتاز استغلال المساحات اللي في ظهر الوينج باكس بتوع الرجاء لأن رشيد التوصي بيلعب دائما وأبدا هو قادر الرجاء سبع مباراة بما فيه مباراة النادي الأهلي بيلعب بالتلاتة اربعة تلاتة فالتلاتة اربعة تلاتة زي ما عليها إيجابيات للتأمين الدفاع في العمق لأنها على الأطراف لو الوينج باكس ما بيرجعوش بشكل كويس وده اللي هنشوفه من خلال بعض الحالات إزاي بيتسو وقدر أنه يفرق المساحات دي خاصة في ظهر عبدالإله مذكور الوينج باكس اللي يمين بتاع الرجاء وقدر يستخدمه ده اللي النادي الأهلي قدر أنه يخلق منه من خلال التحضير الممتاز طيب إيه بقى اللي إحنا النقط اللي إحنا لازم نتتركها إدارة المباراة من بيتسو المسلمين كان فيها بعض المشاكل في التغييرات وجود بعض اللاعبين في الملعب لأوقات أطول من المفروض كانوا يتواجدوا فيها إما لعدم التوفيق إما لعدم التوفيق زي محمد شريف محمد شريف قدم واحدة من أسوأ مباراته يمكن أنك كنت في الملعب محمد كان عنده مشكلة كبيرة في التحركات ويمكن لو رجعنا شوية الورا هلقى أن القصة لي ملازمة محمد بقاله فترة طويلة مش النهاردة ولا مباراة ودايما المدربين بيعدهم مشكلة ممكن المهاجم ما بقاش موفق ويسيبه في الملعب لكن يكون بيخدم المجموعة أي مهاجم في الدنيا بيتم تقييمه على أكتر من صعيد واللعب مع المجموعة ثلاثة الإيفيشينسي أو التهديف أولا الناس بسهولة دايما كان الناس تهزر أو تتحرك تقولك لما بنقول مثلا المهاجم ده بيتحرك كويس المهاجم ده بيشتغل مع الفرقة كويس أماد متى ما كانت رحصل أو حتى مراوان مراوان محسن يا مراوان انت عارف انتقادات عديدة كانت على مراوان محسن دايما لم كان مع الأهداء أو مع المنتخب بس كان المدربين يحبوه تحركاته فكرة انه ينقل اللعب بشكل كويس تشتغل مع المجموعة بس ما كانتش بيسجل بالنسب كويس الناس كانت بتنتقده اللي انت قلته انت شفت بالتدريج بتاعك انه بيكون بيلعب مع زميله كويس بيلعب مع المجموعة كويس انه بيتحرك كويس وآخر حاجة انت قلتها انه يسجل أهداف المسكلة المحبب كان عنده تلاتة تلاتة كان فيه مشكلة وانا سألت السؤال ده لمستر بيتسو في المؤتمر وقال لي انا متفق معك عشان كده خرقته انا كان سؤالي هي الفترة الحالة حالة اللاتوفيق اللي عنده محمد في التلاتة برامترز دول ملازمين وقاله فترة كان سؤالي انت ليه ليه اشركته كان عندك يمكن خيارات تانية فالرجل قال لي انا متفق معك عشان كده انا خرقت محمد بدري لكن والرجل دي تحسب له ادى الثقة في محمد وقال لي انا محمد لعيب كبير حتى لو بيمر بحالة من عدم الثقة او انه ما بيسجلش كتير اللي انا بثق فيه في مباراة العودة ما ظنش انه يكون في مباراة العودة ما ظنش انه بكرا يكون موجود اهه اظنش يبدأ لا ما ظنش انه هيبدأ الراجل اكيد في دماغه حسابات كتير في دماغه ايه المشكلة اللي كانت عنده في مباراة الذهاب وده اللي هنروح له لما نتكلم على ايه المشاكل اللي كانت في ادارة المباراة من بيتسو المسلمين بحاجتين هي ادارة المباراة نقطتين اما التغييرات جوه الملعب والتحركات بتاعة اللعيبة او التغييرات من على البنش طبعا فالراجل لما جيه ابتدى يفتح الملعب يستغل الطرد بتاع مروانها دولي مع ركلة الجزائي اللي ما كانش فيها توفيق وضاعات بتحصل بتلاقي يشتغل على الاطراف ويفتح الملعب بمحمد هاني وايمن اشرف لحد ما قراجه بعدها محمود وحيد اللي هاجر التغيير بتاعته في النهاية الراجل لما افتح الملعب الطبيعي انا بافتح الملعب عشان يا اما بجمع عليا بفناحية عشان اشتغل بعد كده الباكين كروس او الكروسات اللي بتلعب لورا او ان انا بعمل الكروس جوه الـ 18 للاعيبي قدر ياخدو فانا بعد ما عملت تقوله بايب بلعب بثنين رس حربة في الجزء الامامي استغلال النقص العدد دي والد سليمان وبرسي تاو طب انا بعمل كروسات ليه فاتح الملعب ليه دي تغييرات اللي جوه الملعب تغييرات التانية وحاجة مكررة على فكرة يعني كتير او بيتسو موسيماني لما بيبدأ يفتح اللعب على الاجناب ما تلاقيش فيه مهاجم لما هو بيقرر حتى في وجود محمد شريف حتى في وجود محمد شريف لان محمد مش مميز بالرأسيات ومش رأس مال والرأسيات فانت مش محتاج تعمل كده وحتى لو هتعمل ده كان عنده اولى ورقة انه يبتري يخش كان حسام حسن ليه هو لعيب مميز في الرأسيات في مباراة ودايما كنا بناخد على موسيمان المباراة اللي فاتت وسوق المستوى اللي كان عليه النادي الاهلي في المباراتين ثلاثة اللي فاتوا بعد امم افريقيا انه ما عندكش ما بتصنعش كتير المباراة دي كانت العكس تماما انت صنعت 17 فرصة 17 فرصة لكن كان عندك مشكلة في الافيشنس في التسجيل في الكفاءة في التسجيل فهنا انا مش محتاج ازود لعيبة تحت مش محتاج نزلت افشا ونزلت وليد سليمان حتى طاهر هو جناح مش مهاجم فانت غيرت في المجموعة اللي تحت المهاجم لكن المشكلة الاساسية انت معلكتهاش فانت هنا في النهاية عشان ما نتقولش في قصة مباراة الزهاب وقت طويل انه انت لتغييرات ما استفدتش منها بالشكل الامثل على الرغم انه انا كان عندي تعجب كبير من وجود وليد سليمان وليد سليمان قد المباراة جيدة جدا في الجزء اللي لعب ما عنديش مشكلة في مستوى وليد سليمان لكن لعيب بقاله فترة طويلة انت كمدرب اوير اكيد بحالة اللعيبة اللي معاك بقاله فترة طويلة بعيد برا لسكواد فانت لما تيجي تدخل وتشركه في المباراة انا كان عندي علامة استفهم وتاني التغييرات كان اولى انه في بعض التغييرات تكون موجودة في النهاية اخر بقى تغييرة نقفل بها مباراة الذهاب انه لما يكون بقى 7-8 دقايق انا عايز اسجل عشان المباراة بقت صعبة جدا مباراة سهلة لا المباراة صعبة علي ان النتيجة بقت 2-1 وبقى 7 دقايق فانا عايز اسهل بقى مباراة العودة فانا عايز اضغط عشان اجيب جون فارح مغاير ايمن اشرف ونزل محمود وحيد وانا عندي ستين مهاجم على البنش ما نزلوش دي كانت حالة من التعجب الكبيرة جدا عندي في التغييرات